وجه محافظ سهاج طارق الفقي باستمرار التنصيق بين مديريات التموين والزراعة ومباحث التموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بالمحافظة وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم لمزارع القمح والتجار والموردين وتكثيف حملات الرقابة لضبط حركة تداول الأقماح والالتزام بالضوابط الخاصة بعمليات التوريد وسط تيسيرات عديدة اتخذتها محافظة سهاج تتواصل عمليات استقبال الأقماح المحلية من المزارعين والموردين بشواني وسوامع المحافظة ضمن موسم التوريد هذا العام والذي من المنتظر أن يستمر حتى نهاية أغسطس الجاري الحمد لله في سهاج ما زلنا مستمرين في استلام الأقماح المحلية وصلنا 11138 طن لغاية النهاردة وان شاء الله هنستمر في الاستلام حتى نهاية شهر أغسطس دمنا حوال 15-16 يوم مستمرين في الاستلام لآخر يوم بعد كده أي مقاصر هنتخذ الإجراء القانوني ضده ما زالت المواقع مفتوحة في كل مركز فيه موقع تخزيني مفتوح باستلم أمح مؤدي من التسهيلات كافة للمزارعين أي مزارع بيورد الأمح بتاعه أو تاجر على طول مستحقاته بتطلع خلال 48 ساعة الصرف الفوري لجميع المستحقات المالية للمزارعين والموردين عقب الانتهاء من توريد الكميات المقررة أصبح أهم ما يميز عمليات التوريد هذا العام بالإضافة إلى الفرز الجيد للأقماح والتي أثبت جودة محصول القمح المحلي هذا العام ما يبشر بإنتاجية عالية هذا العام والأعوام القادمة نحن في موسم استقبال الأقماح المحلية موسم 2022 الأقماح الانتاجية عالية الجودة مرتفعة جداً الحبوب ممتلئة نحن نقدم جميع التيسيرات للمزارعين في عمليات استلام الأقماح المحلية من أول ما تدخل العربية الحاد لما يتم التفريغ على النقرة كما هو موجود في الصورة أمامكم طبعاً أسعار الجمح محددها وزارة التومين بأسعار ممتازة جداً ويظل التأكيد على ضرورة توريد كل كميات الأقماح المقررات طبقاً للحيازة الزراعية أمر مهم أعلنته وزارة التموين لكل مزارع الأقماح هذا العام حتى يتمتع المزارع بجميع الميزات التي تكفلها وزارتي التموين والزراعة للمزارعين خلال المواسم الزراعية